موسيقى يا اهلا والله صباحكم الله بالخير من تجيهنا اليوم ان شاء الله الى دائرة القطب الشمالي بالتحديد مدينة روفانيمي وصلنا مطار هلسنكي الدولي موسيقى هنا تشيك ان عن طريق هذه الاجزة بدون موظفين بعدين الرقم التذكرة وهذا هو البوردنج خلصنا مجراءات بسيطة وهذه بوابتنا ان شاء الله الى دائرة القطب موسيقى 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 وصلنا الحمد لله إلى مطار رفنين أخذنا الشقة هذه عن طريق موقع الـ AirBnB قريبا من الـ Center سنأخذ جولة الآن في وسط مدينة رفنيني طبعا هي مدينة صغيرة سنتر المدينة في كل شيء طبعا سنأخذ جولة الآن في مطاعم الهندي طبعا المطاعم الحلال قليلا هنا في رفنيني هذا من الخيارات الممتازة وصلت بالأمان ياهلا والله صبحتم الله بالخير إلى كاسحة الجليد الفلندية في بحر البلطي تجربة ومغامرة جديدة تابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا الى مدينة كيمي طبعا نقطة التجمع في هذا المكان سنو كاسل الحجز كان أولاين وصلنا الى الموقع لكن لا تجدون هنا أساس تسوون شكين وعطونك الأسوار هذه هي كاسحة الجليد السامبو نرى البحق من جم بحر البلطيقي بحر البلطيقي يبقى متجمد لمدة خمسة أشهر في السنة بهذه الطريقة فهم يحتاجون الى كاسحة الجليد لعمل ممرات مائية آمنة للسفن الأخرى بحر البحر بحر البحر بحر البحر تخيلوا الآن أني أمشي على البحر هذا بحر متجمد وخلفي كاسحة الجليد الفنلندية السامبو هذه السفينة صنعت في عام 1961 وخدمت الحكومة المدة 30 سنة بعدها اشترتها مدينة كيمي وأصبحت سفينة سياحية تكون بجولات سياحية في بحر البحر الآن راجعين الى الميناء مدة الجولة كاملة تقريبا ساعتين ونصف من درس ملوح ملوح الممتعين ملوح 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 شكرا لك هذه شهادة أنك طلعت على ذي السبين اشتركوا في القناة